المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبو جراندي قال إن من المبكر جدا الحديث عن عودة اللاجئين إلى سوريا لأن الوضع هناك ما زال غير آمن وبحفوفا بمخاطر جراندي أكد في مؤتمر بالعاصمة اللبنانية بيروت أن 89% من السوريين الذين أخذ رأيهم في لبنان يقولون أنهم يريدون العودة إلى سوريا في نهاية المطاف لكن كلهم تقريبا قالوا ليس الآن وذكر المفوض السامي أن الكثير من الناس يخشون التجنوذ الإجباري في الجيش والإضطرار للقتال ولذلك نحن في حاجة للتفاوض على إعفاءات واستثناءات عودة اللاجئين إلى سوريا كما نعرف جيدا هي أفضل حل لهم لكن هذا من السابق لأوانه لا يمكننا الحديث عن العودة في موقف كهذا كثير من الناس يقولون أنه لا مكان أخطر من الغوطة صحيح أن بعض أجزاء سوريا أكثر استقرارا في العام الماضي زرط حلب وحمص وكانت أكثر استقرارا ولكنني أعتقد أن الأشخاص الذين اتخذوا القرار الصعب بالخروج يراقبون ما يحدث الآن ويفكرون فيما بعد ما الذي سيحدث في إدلب؟ ما الذي سيحدث في الجنوب السوري؟ وما الذي سيحدث في إفرين؟ إنه أمر غير مؤكد بالنسبة للاجئين